مسلسل قواعد الطلاق الـ 45 تسريبات الحلال 14 بالنسبة الفريدة هتحاول ان هي تلاقي وظيفة تانية في احد المواقع المشهورة بدوام كامل علشان تحسب من دخلها علشان تقدر تصرف على اولادها وتقدر تجيب كل اللي هي عايزها اما بالنسبة اللانة فلسه علاقتها بمعتز متوترة شوية اما داليا بعد موافقتها على انها تتجاوز كمال هتحاول ان هما يقربواهم بعض كل يوم اكتر من الاول لكن للأسف كمال مش بتقبل فكرة شغلها قد كده وبيغير عليها من كل حاجة اما بالنسبة الفريدة هتحاول ان هي تدي العمر فرصة جديدة علشان ممكن يرجعوا البعض تاني علشان خاطر الاولاد لكن للأسف عمر مش معاها خالص عمر كان مع طارق بيحاول ان هو يصلى علاقته بيها هيقابلها ويتكلم معاها في انهم يرجعوا البعض تاني خاصة انها كانت بعدت عنه لما لقيته لسه بيحب فريدة امراضه وقالت له تقدر ترجع لها وانا مش هخرب عليك ولا هخرب على بيئتك لانك شكلك بتحب مراضك ومتعلق كمان باولادك جدا جدا هيحاول عمر ان هو يرجع علاقته بطار ودي كان التسريبات الحلقة الاربعتاشر من مساسل قواعد الطلاق الـ 45 لا تنسونيش في اللايك واشتراك في القناة ودفع القرص لشان يوصلكم كل جديد اشوفكو على خير باي باي اشتركوا في القناة